السلام عليكم شباب سنوية عم نهاية المطاف سنوية عم انتهت لسه كذا ساعة على النتيجة بتاعتك حابب بس افكرك ان انت تعبت جدا 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 عشان توصل للحظة اللي احنا فيها دي لحظة النتيجة ممكن اتوقع ان انت تخش انتحانات في ظل ظروف الكورونا والجوال اللي احنا في ده ولا انت تذاكر او ماكنش في الدروس وتذاكر برضو التجاري للاحداث اللي بتحصل انتوا ابطال المرحلة دي بجد انتوا ابطال المرحلة دي وربنا ان شاء الله مش هضيع تعبك خليك متأكد تماما حتى لو انت تعبت ولو بنسبة واحد في المية فربنا ان شاء الله مش هضيع تعبك خليك وثق بالنفسك النتيجة ايا كانت هي ايه خليك متطمن والحمد لله على اي حاجة ربنا نبضيعش تعبك خالص انت تعبت وانت تعبت بجد وانت فعلا ابطال وده كفاية النتيجة عمرها ما كانت مقياس لأي حاجة شوف انت تعبت قد ايه على مدار السنة شوف انت انزلت كان متحان بالكمامة شوف انت كنت مغنو قد ايه كنت مضغوط عايز تعمل حاجة تفرح اهلك افتكر كل لحظة صعبة ساعة النتيجة ربنا ان شاء الله مش هدايع تعبك خالص الفترة ما بين من دلوقتي او ما تشوف الفيديو ده لحد نتيجة بتاعتك ان شاء الله صلى لربنا ودعي كتير وان شاء الله خليك متأكد ان ربنا هيجبر بخطرك وان شاء الله خير وربنا معاكم ان شاء الله ويفرحكم حبيت اواجه رسالة لاولياء الامور ابنك اللي جيب المجموعة اللي بتمنى افرح معاه ويعيش اللحظة معاه عادي جدا ابنك اللي ربنا ما كتابلوش ان اللي جيب المجموعة لنفسه فيه احضنه وضمه خليك جنبه خليك عارف ان دي انسب وقت او دي اللحظة الوحيدة اللي لازم تكون فيها جنبه تكون معاه في ظهره علمه ان لسه قدامه بفرص كتيرة جدا الدنيا متقفش عن سنوية عامة عرفوا ان الدنيا مكسب وخصارة مش طب وهندسة ربنا معاكم ان شاء الله ويجروا بخطركوا ويفرحكم باذن الله يا ابطال عشرين عشرين